اشتركوا في القناة اشترك مسؤولي بجمعية رسل الرحمة الالهية بلمحة سريعة ابونا يريد تعرفنا عن جماعة رسل جماعة رسل الرحمة الالهية اهدافكم واهتماماتكم علما ان انتم تأسستوا من حوالي سنتين صحيح نحن هالجماعة اللي متل ما زكرتكاتيا عمره سنتين نعم ونفس الوقت بهالسنتين اكيد كانت في عينية ربنا بحياتنا يلي فيها التأينا مع بعضنا من بعد مشوار على بولند يلي هي بلد الاديسة ماريا فوستين ويلي هي شفية الرحمة الالهية بالعالم من بعض البابا يوحانا بولستيني اعلن اديسة سنة الالفين صحيح اعلن اديسيتا وبنفس الوقت اعلن انه هنهار هو عيد الرحمة الالهية مضبوط كان فيه وهي شيء نسبة ليسوع اللي طلب مباشرة منها منها للاديسة ماريا فوستين لانه هي عندها كتاب المذكرة او اليوميات طلب منها بوضوح بإلا برغب انه بهيدا اليوم اللي هو الاحد الاول تسمي الاحد الجديد بعد عيد الفصح انه يكون عيد خاص لرحمتي واكيد هالعيد مربوط مع عيد الفصح لانه نحن كلنا نعرف انه بعيد الفصح هذا الكبير يلي هو غفران الله للعالم بموته وايامته اعطى الخلاص لكل هالبشرية صحيح وبالتالي حتى تضوى اكتر على الرحمة رحمة بحياة الانسان انه الله لقد رحمته كثير عظيمة وبالتالي ضرورة جدا هالعيد يلي هو الاحد الجديد يكون حامل ايضا المعنى الاكبر يلي هو عيد الرحمة رحمة الله للعالم شو بيصير بهنهار ابونا شو رمزية هنهار لما نقول رحمة كيف بتجسد رحمة الله بهنهار بالسيد اول شي تضواي على فكرة الرحمة لانه فيه انعامات خاصة يسوع مباشرة حتى الالة لديسي ماريا فوستين بيقول له كل شخص بيعترف بهذا النهار وبتقدم المناولة اخذ جسد الرب يسوع هيدا شخص اكيد بيكون حصل على غفران عام عن حياته كلها وبالتالي استحقاء جدا خاص نحن بنعرف انه سر الطوبة هو سر عظيم بكل وقت انا مدعو على انه ام فيه بس انعام خاص رب يسوع مباشرة بإلا لديسي ماريا فوستين كل شخص بيعترف بهذا النهار وبيتنيوه الجسدي بيحصل على غفران عام عن كل الخطياء ونحن نشي من سميه التكفير او الزنوب تخفر وتمحى يعني كأنه في البداية بده يكون عنده الشخص النية ايه اكيد انه يكفر عن زنوبه كلها اكيد اكيد وهيدا الشي الحلو انه نحن ربنا لما بيخفر خطيانا يعني كأنه ولادة جديدة هالولادة جديدة اللي انا لما كنت طفل دايما بيقولوا نحن ملاك واكيد الانسان والطفل ملاك والطوبة سر الطوبة لما منقوم فيه هي لحظة جديدة وولادة جديدة ربنا ما بيقعد بيسكر خطايا الانسان لما بيكون تائب من كل قلبه وبالتالي غفران الله ورحمته بتشمل هالانسان اللي عبر عن طوبة بصدق والتضوية على عيد الرحمة لأنه الله رحمه بوجوده بمحبته لابنه الانسان خبرنا شيء ابونا عن دور قديسة البابا يوحان أبو الستاني بها الحدث البابا أكيد بيسموه بابا الرحمة صحيح لأنه كمان شاءت العناية الإلهية أنه يوم وفيته يكون ليلة عيد الرحمة باثنين نيسان لألفان وخمسة كانت الليلة يلي هي قبل تاني يوم نهار الأحد يلي هو عيد الرحمة الإلهية ويلي كان أطلقه سنة الألفين من هكي بيسموه بالكنيسة بابا الرحمة وهيدا الحدث بالذات ضوى عليه جون بولدو لأنه هو اللي أعلن قديسة ماريا فوسين سنة الألفين مثل ما ذكرنا ونعطى ضو كتير كبير لهالشعار العظيم اللي سنة الماضي البابا فرانسيس كانت كل السنة سنة الرحمة وكتير بهمنا السنة نحن يكون عم نضوي كمان زيادة حتى نقول أنه الرحمة ما انتهت بمدة سنة نحن مش منعيش الرحمة سنة سنة الماضي وخلص رحمتنا لبعضنا على كل نديسة ماريا فوسين بتقول وبتذكر الرحمة هي تنعطى بثلاث أطر أو منتعطى فيها إما بالأقوال بأقوالنا بكلامنا بأننا نكون حمين الرحمة أو بأفعالنا أو بالصلاة إذن هذا ثلاثة شعائر فتوسيل حتى نصل الرحمة كثير أساسية تنقدر نكون عم نعيش الرحمة مش بس بالأول بالفعل وبالصلاة مع عالين 23 نيسان مظبوط هالسنة هالسنة كمان بيصير فيه إداس للمنسبة مظبوط وبدنا نتعرف معك كلاود عن تفاصيل هالإداس هالسنة نحن صلنا فترة عم نحضر لهذا الإداس تكريم أي كونت يسوع الرحمة أي متى رح يكون لديس نهار 23 23 أي ساعة وين ساعة ببازليك حريصة عشر صباحا نعم يا يسوع أننا نثق بك هذا الشعار الذي دائما من ردده وهذا الأول غالي على قلب يسوع والإديسة ماريا فوستين على طول بتذكر بتقول ضروري جدا نعرف نوضع كل سائتنا بالرب يسوع تعرف الإنسان رولا معرض لأنه على طول يتكل على ذاته وعلى أنا اللي فيه من هكي دائما ربنا بيعرف ضعف الإنسان من هكي ضروري نتكل على يسوع هو اللي بي دائما بذكرنا بالإنجيل تعالوا إلي أيها المتعبون وأنا أريحكم الإنسان بفعل تواضع يتخلى على اللي أنا تبعه شهر كتير مهم تنتذكر دائما نكرر يا يسوع أنا أثق بك أو أنا أثق بك وحتى يمكن نكرس هنهار حتى نحن نختلم على نفسنا ونفكر بغيرنا ليس بس بأنينيتنا وبيحالنا أكيد أكيد عطينا لمحة عن سيرة حياة الأديسي فوستين يعني ليش اختارة إلى سيء المسيح؟ الأديسي ماريا فوستين عيشة 33 سنة على عمر المسيح خلق سنة 1905 وماتت سنة 1938 بخمسة أكتوبر أكيد من هي وصغيرة هلأ اختارها ربنا بيختارنا كلنا للأديسي بس هي تجاوبت مع نعمة الله أصغت مع أنه ببداية حياتها هي وصغيرة كانت عم بت تقدف 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 لحد هونيك يوم بصهرة كانت موجودة بعمر الشباب وبحفلة رأسة بتشوف يسوع العم بقلة إلى متى لحد أيمتها بدك تضلك عم ترف ديني مش عم تتجاوب معي من هيك يومتها بتترك الصهرة بنصها وبتركض على كنيستة الرعية هونيك بيكون فيه اللقاء الأكبر مع ياسوعي اللي قررت فيه فعلا أنه تاخد الخط أو المسار الآخر وتكون فيه أصغاء أكتر لعمل النعم والصوت الرب بحياتها كلاود دامين رح يترأس لأدي سنهار الأحضر أبونا بير كل أول تنين من الشهر وكبرت جماعتنا ما كان اسمنا رسل الرحمة اللي هي فاوستينيوم لبنان نحنا أول جروب فاوستينيوم بالبنان نسبة للأديسة ماريا فاوستين نسبة للأديسة أعطينا فكرة عن أعضاء هالجماعة مين أنت نحن ما يجمعكم نشمعنا كلمة ربنا اللي كلنا متعطشين كنا إلا واجتمعنا مع الأبونا نسمع شرح الرسالة والإنجيل وكبرت جماعتنا وسفرنا على بولند وتعرفنا على الأديسة فاوستين وعلى العبادة عبادة رحمة نجزبنا كتير لقلها وتمنينا أن نكون برهبانتا اللي هي فاوستينيوم تعرفنا كمان شاءت أنه ربنا أكيد أراد أن نكون نحنا من هالجماعة وتعرفنا على رئيسة الدير طبعا ببولند وطلبنا منها إذا فينا نحنا نكون بهذه الجماعة الاسم يعني فاوستينيوم ولبعد سنة ونصف جاءنا الرد لأنه برسل لأنه ما بيقبلوا كيف ما كان وميما كان هي رهبانة علمانية أكلريكية هذا فالحمد الله قبلونا وبلشت مسيرتنا مع رسل الرحمة الإلهية فاوستينيوم لبنان من وقتا نشر عبادة الرحمة الإلهية مع كل شخص من التقفية وأعمال الرحمة يعني حتى لو مش قادرين معنويا أو جسديا منصلي له مصبحت الرحمة للشخص مع الله أبونا من خلال أقوالنا أو من خلال الصالة كمين إذا مش قادرين نفعل هذا أقوال الإديسي فاستين شكرا لإلكم عمال كل سنة وأهلا وصلا فيكم صصح مجيد الله خلي وفي عنا نحنا شكرا لإلك ووقف أسيرة مشاهدين ومن بعد من انتقل للمطبخ شاف جاد بلش التحضيرات خليكم معنا